عند الصباح وفي تمام الساعة السادسة صباحا يتجمع هؤلاء التلاميذ هنا أمام أحد المراكز الامتحانية في النجافة بانتظار معلمهم للمادة التي سيمتحنون بها بغية القيام بمراجعة سريعة لدروسهم وتنشيط ذاكرتهم قبل دقائق من الدخول لقاعة الامتحان نحن اليوم نجتمعين هنا على مود نراجع الاجتماعيات ساعة ستة صباح ونص وهنا نحن نسوي مراجعة على مود أي شيء ناسينه نذكره ونفهمه وما نعرفه نتعيد المعلمة ونشرحه عم تقبل الامتحان نذكر المواضيع يراجعوننا المواد اللي ناسينها مثلا ما فاهميها يطينا مثلا نشاط وتحفيز والاشياء الناسين نذكرها هنا ويسألوا نفت أسئلة مرشحات وزارية وهي فنجاوبهم عسى لعل تجي وحدة اثنين هذه المبادرة نظمها عددون من معلمي مدرسة حيفا الحكومية من خلال إعداد جدول اتفقوا عليه سوية بهدف دعم تلاميذهم وتحفيز أقرانهم من المعلمين والمدرسين للوقوف مع طلابهم في أيام الامتحانات النهائية هذا الحضور وياهم مثل ما أنا أحضر ويا ولدي بالبكالوريا من أروح لهم لقاعة الامتحان يعني شوية يكون حافز قوي إلى الطالب يعني يشعر أنه أم وحدة لهم كلهم أكواية يعني سبل نقدر يقدرون يعني الكل تربوي يتواصل ويا طلابه بأي طريقة كانت يعني مو إلا هذه الطريقة مثلا مرات جوز مدرسة ما بها مجال المعلم يوقف ويشرح منذ صباح الباكر يوميا أساتذة يدفعهم الوزع الإنساني والأخلاقي لإتمام مهمتهم التربوية ويكون لتلاميذهم حافزا معنويا في أداء امتحاناتهم والحصول على أعلى درجات من النجف محمد الغالبي واني نيوز